السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير و بصحة جيدة و دائما في احسن الاحوال انتو ما كتشاهدوا معي هاد الفيديو وصفتنا اليوم شاء الله ستكون عبارة عن تحلية بمضاق ديال الفريز او للفراولة كتجي فعلا رائعة لديدة وحتى القوام اللي كي يجي كريمي المكونات بسيطة جدا بدون جيلاتين بدون فلون و كذلك بدون ملوين لون الاحمر اللي كتشوفوا في الصورة فهو لون طبيعي ديال الفريز فعلا كي يجي رائع وسهل جدا في التحضير إلا عجبتكم نصفة اليوم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الوصفات نقوم معي الان باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير وندهو على بركات الله عندي هنا يا ربع لتر ديال الحليب ما يعادي الكأس ونصف ديال العنبا ثلاثة ديال معلق كبار ديال السكر ملعقة ونصف ديال الناشا الملعقة تكون مملوئة جيدا إلا ما عندكمش الناشا يمكن لكم تعودوا بودرة الكريم باسيسير وعندي هنا كدريك جوج اكياس ديال الفاني في كاسرول كنوضعه سكره الناشا وبالنسبة للفاني فنضيفه واحدة الاخير لاننا يلضفناه في الاول مع الغلايين كيمشي لها دياله فقد نخلي واحدة كي عقد لنا الخليط نضيفه في الخر ونزيد الآن كأس ونصف ديال الحليب كأس ونصف مايو عادي لربع لتر أنا استعملت الربع لتر لاننا عندي الكويسات الصغار إلا كانوا عندكم كبار يمكن لكم ضعف المقادير سوف نخلط مزيان هاد المكونات حتى تندمج مزيان وما يبقىش اندي تكتورات في القاعر ديال الإيناء وكنوضعه مباشرة فوق النار نحركوا باستمرار بدون توقف وننسوش كدرك الجوانب حتى نلاحظوا بان الخليط ديالنا بدأ كي عقد ونحضرنا الكويسات اللي غادي نفرغوا فيهم بالاستيعانة بالقالب ديالي كابكيك نحطوهم بوحد الشكل اللي هو مائل استعنوا فقط بكلينكس او لشي حاجة من التحت باش ميبقىش يزلقوا لكم من بعد كي عقد لنا الخليط كي يولي على هذا الشكل هذا يعني كنلاحظوا بان وصل المرحلة ديال لغلايا وفي هاد الأثناء أغضي نضيفه الأكياس ديال فان نخلطوه جيدا والان كنضيفه على النار وكندوزه مباشرة باش نفرغوه في الكووس ديالنا طريقة التقديم فهي كتبقى على حسب الاختيار يعني يمكن لكم تدروا هبات الشكل اللي هو مائل او بشكل عادي يمكن لكم كدلك تستعملوا البيسكويت تدروا في الأول كي يبقى هلا حسب الرغبة ديالكم سوف نستمر بهذه الطريقة حتى كنعمر الكووس كاملين كنخليوهم يبردوا واحد شوية من بعد كندخلوهم التلاجة باش يشدوا راسهم جيدا وفي هاد الأثناء كندوزه باش نحضروا طبقة ثانية ديال الفريز بالنسبة المقادير نحتاجه 250 جرام ديال الفريز اللي كنكونه بطبيعة الحال غسلناه ونقطعناه بهذا الشكل كنوضعوه في خلط كهربائي ونضيفو عليه نصف كأس ديال الماء كنطحنوه مزيان حتى نحصل على خليط كريمي من بعد كنصفي الخليط ديالنا باش مكيبقشلنا في الشوائب او البذور ديال الفريز المهم انه نحصله على خليط اللي هو ناعم سوف نستمر بهذا الطريقة والمقدار ديال الخليط غضيتين كأس ونصف يعني غضيتين نصف الكيميه لسه منه في الطبقة الأولى ديال الحليب نوضع الخليط ديالنا في كاسرولا ونضيف عليها 4 ديال المعالق كبار ديال السكر الكيميه ديال السكر بطبيعة الحال الملعقة كبيرة ونصف ديال الناشا الملعقة تكون مملوئة جيدا ونخلط هذه المكوينة مزيان حتى تندمج مع بطياتها هنا لخفة الناشا مزيان مع الخليط كامل يكفي انكم تاخدوا شوية من الخليط وتخلطوه مع الناشا عاديك ساعة تضيفه على الخليط كامل هكذا ما غضيك كامل كامل نضيفه مباشرة فوق النار ونستمر في التحريك بدون توقف حتى يبدأ العقاد نضيفه 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 ونضيفه ونضيفه في الكوس هنا طبقة الأولى تمسكت جيد نضيفه نضيفه ونضيفه نضيفه ونضيفه كله نضيفه ذلك نضيفه رجل نضيفه كريمي المكروب التي أتولى كغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر